فيل السابق حق فوزي بشير وعماد الحوسني بدر الميمني يعني مجموعة اللي كانوا وقتها يعني هي استمرارية الأجيال لا بد أن يكون الجيل لما يطلع يكون ممتاز ما أركن إلى هذا الجيل هذه الأسماء لازم أعمل على أن يطلع لاعبين يستفيدون من الجيل هذا حتى تكون فيه استمرارية لأن كرة القدم اليوم يعني وانا اليوم أشوف فيه موضوع لفت انتباهي اليوم لما انتهت المباراة كل أو جل جماهير المنتخب الإماراتي غادروا الملعب وهذا نشوف من الأخطاء الكبيرة اللي دائما الجماهير بالذات منطقتنا الخليجية يعني تسويها اليوم المنتخب الإماراتي ما هو اليوم لما خسر البطولة خسر كل شيء هي خسر بطولة وفيه بطولات جاية اللاعب لازم يشعر أن الجمهور أنا قاعد أشجعك في كل اللوقات في الفوز وفي الخسارة يعني وش كان يضر الجمهور لو قاعدوا ربع ساعة وحيوا اللعيب واللعيب حيوهم وغادروا الملعب وغادروا الملعب لا لا مش طبيعي أنا حضرتها لا مش تفك في كل مباريات العامة أنا حاضر نهاية لا لا مم صحيح لا مم صحيح أنا حاضر نهاية أوروبا بين برشلونة وجوفنتس فأيز برشلونة ثلاثة واحد ما غادروا جمهور جوفنتس المباراة اللي بعد ما سلموا الكاز والأطلعوا الناس بدوا يغادرون غادروا كيف تقولي هذا ثقافة ثقافة الجمهور الجمهور أنا ما شجعك عشان بطولة ولا شجعك عشان مباراة أتكلم على ثقافة الجماهير الكروية أنا أرتبط في النادي هذا ما هو ارتباط بطولة لما تخسر يأتي يخرع واطلع من ملعب لا مم صحيح أنا لازم لما تخسر أنت عندك إيجابيات وعندك سلبيات لازم أنا أحيي إيجابياتك وحييك ولكن لازم تتلافظ سلبياتك لذلك في أوروبا لما يحضرون مباريات ويهزم الفريق وتكون خسائر متتالية ترى الجمهور ما بيغيبون الجمهور يطلعون من منديلة بيضة قاعد يحتجون يعني معناها إحنا محتج جيس طيب خلونا بس نتكلم